وللمزيد بشأن آخر تطورات العسكرية والميدانية والسياسية معنا عبر سكايب من جنين الأستاذ عبنان الصباح الكاتب والباحث السياسي حياكم الله أستاذ عبنان حياكم الله أستاذ عبنان كما تعلم يعني مرة أكثر من 300 يوم على هذا العدوان الإسرائيلي المستمر وما زال الفلسطينيون يواجهون النزوح المتكرر مرة تلوى المرة تحت نيران الاحتلال الذي يستهدف من خلالها المدارس والوكالات والمخيمات وكل ما يمكن أن يعني يؤوي نازحين أو أناسا عاديين ما هدف الاحتلال من مواصلة هذه الممارسات التي تعد بحسب القانون الدولي إبادة جماعية وجريمة حرب الاحتلال هو هدف واحد التخلص من الشعب الفلسطيني على أرض هذا هو الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه الاحتلال بكل ما أوتيهم القوة ويزداد عنفا يزداد بطشا ويزداد بكاعة هذه الجريمة المطلقة اليوم لأنه يرى في العالم يرى من العالم صمتا مؤيدا صمتا داعما صمتا يمنحه العمل أكثر فأكثر القطاع غزة اليوم ليس فقط لم يعد فيه مكان آمن لمواطنين قطاع غزة حتى لموتاه لم يعد هناك مكان آمن الفلسطيني الميت يقتل الفلسطيني المدفون منذ سنوات طويلة يقتل مرة أخرى هذا لم يحدث في التاريخ لا يوجد على أرض غزة الآن لا مكان آمن ولا يوجد على أرض غزة الآن قدرة على المواصلة قدرة على الحياة لأنه لا يوجد إنسان واحد على أرض قطاع غزة كامل السلامة المرضى المرضى أنواع الأمراض التي وعدمت تقريبا انتهت لم يكن أحد يتحدث عن شغل الأطفال هذه شغل الأطفال أن يعود إلى قطاع غزة في ظل هذه المقتلة هذه من أبشع الجرائم التي تحدث التي نتحدث لازم نتحدث عن القانون الإنساني والقانون الإنساني السؤال هل هناك إنسانية أصلا إذا كان هناك إنسانية سيكون لدي قانون إنساني أنا أقول لك وبصراحة الذي يجري على أرض قطاع غزة لشعبنا لأطفالنا لنسائنا لرجالنا هناك هذا إعلان موت للمجتمع الإنساني أستاذ عدنان ما الذي يجعل بن يمين نتنياهو متمسكا حتى الآن على الأقل بنظريته وباعتقاده بأن المزيد من الضغط على المقاومة من خلال استهداف المدنيين سيدفعها إلى تقديم تنازلات على الرغم من أن المقاومة لم تقدم تنازلات في هذا السياق وما زالت مستمرة وصامدة حتى الآن أولا أقول لك الاسم الحقيقي لبن يمين نتنياهو هو جو بايدن هذا هو الاسم الحقيقي هذا اسم القاتل المأجور الصغير الذي يعمل لدى البيت الشيطان في الولايات المتحدة الأمريكية والذي لا يريد لهذه المقتلة أن تتوقف هو جو بايدن الذي يمنح أدوات الموت والذي يمنح أدوات القتل والذي يمنح أدوات الضمار والذي لا يترك فرصة إلا ويقول لا يترك فرصة حتى حين يتحدث عن المقتلة أو المظلمة أو المحرقة التي تعرضها شعبنا على أرض قطاع غزة ينهيها دائما بأنه ملتزم بأمن دولة الاحتلال بأن من حق دولة الاحتلال اتفاع عن نفسها بأن علينا استعادة الرهائم ما يسميهم بالرهائم هذه هي النازمة هذه الثلاث عبارات يستخدمها كل مسؤول أمريكي بأي مناسبة يتحدث بها عن المقتلة في قطاع غزة ولكن هناك مكالمة أستاذ عدنان هناك مكالمة زعمت وسائل إعلام عبرية وتحدثت عنها مكالمة بين جو بايدن ونتنياهو وقالت هذه الوسائل إن هذه المكالمة شهدت مشادة كلامية أو يعني نبرت صوت حادة كما وصفتها بين نتنياهو وبايدن بسبب لجوء نتنياهو للخداع في أي سياق يمكن وضع هذه المزاعم برأيك لاحظ كل الإعلام الأمريكي وإعلام دولة الاحتلال وإعلام العصابة يصر على أن يجعل من شخص واحد هو السبب في كل ما يجري على أرض قطاع المنزل وأن الجميع أبرياء أن بايدن برياء والمعارضة الصهيورية حتى برياء وأن الشخص الوحيد الذي يريد لهذه المقتلة أن تستمر هو اسمه بن يمين نتنياهو وأن أهداف بن يمين نتنياهو يساقفونه كمان أن أهداف بن يمين نتنياهو البقاء فقط البقاء بالصنف هذا كلام فقط يمكن أن يسوق لدى مجموعة من الأغبياء لأن لا يمكن أن يكون هناك في دولة الاحتلال ونحن نعلم شيئنا أم أبينا أنها دولة مؤسسة الجميع بلاستثناء الآن يريد أن يجعل من شخص واحد شماع غدا حين يتخلصوا منه ولو بالقتل سيصبح الكل أن أهداف بن يمين نتنياهو الذي فعل ذلك وليست دولة الاحتلال وليست الولايات المتحدة ولا ما يكون أحد يوافق على ذلك ولكن هذا المأفون المجنون هو الذي أصر على أن يواصل هذه المقتلة هذا كلام سخيف حتى عندما تستمع إلى استطلاعات الرأي المجتمع الصهيوني نفسه الغالبية العظمى تؤيد المقتلة تؤيد مواصلتها هذه المعارضة لا أحد يريد حين عرض على كاتس أن يستلم نزارة الدفاع كما تقول مخبار التولة في الاحتلال رفض لماذا رفض؟ لأنه لا أحد يريد أن يكون مكانه الذين يدعون إلى إسقاطه أيضا كاذبين يريدون لهذا الرجل أن يواصل البقاء هم الذين يريدونه باقيا في الحكم وليس هو يريدونه لأن لا أحد يريد أن يحمل الهزيمة ولا أحد يريد أن يحمل المقتلة لا أحد يريد أن يحمل نتائج الفشل ولا أحد يريد أن يحمل نتائج المقتلة هناك شخص لوثت يديه ولوث اسمه سيتركونه حتى النار إذا ما أردنا الانتقال أستاذ عدنان إلى ملف المفاوضات لتبادل الأسرة ووقف إطلاق النار كيف يمكن أو كيف تقرأ شخصيا يعني كيف تقرأ موقف حركة حماس من هذه المفاوضات حينما قال الناطق الرسمي باسم الحركة جهاد طه إن الحركة ما زالت منفتحة حتى الآن على كل القضايا التي تخدم أبناء الشعب الفلسطيني هل نجحت الحركة بالفعل من سحب الذرائع ومن سحب البساط من تحت نتنياهو بالتحجج لربما بأن المقاومة الفلسطينية هي من تعرقل أي مفاوضات نعم بالتأكيد أولاً أود أن أقول لك أن قيادة حركة حماس وقيادة ناضجة ووعية ومنتمية لشعبها وهي لذلك لثانية واحدة وحتى في أقصى لحظة وهي لحظة استشهاد القائد الشجاع الشهيد إسماعيل هنية لم تتحدث أبداً ولا بكلمة واحدة حركة حماس عن وقف المفاوضات لأن موضوع المفاوضات له علاقة بقضية الشعب باحتياجات شعبها باحتياجات البلد باحتياجات الناس وبالتالي هي أبداً لم تربط أهم حدث كان وكان لكل العالم يتوقع بل الاحتلال نفسه كان يعد باختيال قائد المفاوضات لأنه أيضاً كان قائد الحركة وقائد الوطن وقائد المفاوضات اغتياله كان يعتقد الجميع وكل المحلين أن هذه المفاوضات ستتوقف لم تتوقف ثاني هذا دليل أننا أمام قيادة ناضجة وعية مدركة هل هذا يعني أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لن يؤثر في أي مفاوضات قادمة حتى التأثير لن يؤثر على هذه المفاوضات بالتأكيد نعم أمام قيادة وعية ومنتمية لا يمكن أن يؤثر اغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية على هذه المفاوضات لأن المفاوضات تتعلق بالشعب والوطن وإسماعيل هنية استشهد في سبيل هذا الشعب وهذا الوطن وفاوض وناضل وقاتل طوال حياته حتى آخر لحظة في سبيل هذا الشعب وهذا الوطن إذن المفروض أن ننجز مهماته واحدة من مهمات أبو العبد رحمه الله أن يصل إلى وقت الحرب وهو الذي وضع شروط هو الذي وضع الضوابط وتذكر الضوابط الخمسة الأركان الخمسة للمفاوضات التي وضعها الشهيد رحمه الله لازلت حتى الآن قائمة ويبوصلة للمفاوض الفلسطيني وأنا أعتقد أن دم الشهيد أبو العبد هنية سيكون هو الذي ما يوقف نزيف الدم الفلسطيني مغادرة الاحتلال يعيش أزمة الانتظار الاحتلال يعيش أزمة الهلع لأن هناك تهديدات من كل الجهات وبالتالي رأى لاحظ حركة التفاوض في أقسى وعلى درجاتها الآن لأن الاحتلال يحاول أن يقاير أقول وبوضوح يحاول أن يقاير دم الشهيد أبو العبد هنية القائد الشجاع ودم القائد في حزب الله الحج محسن بوقت إطلاق النار وهو يدرك جيدا أن أخرج من الأزمة في الشمال والأزمة في الجنوب والأزمة في خارج البحر الأحمر والأزمة في المنطقة والأزمة مع إيران هي وقت إطلاق النار ووقت المقتلة ضد شعبنا الفلسطينيين من الملاحظ خاصة بعد انسحاب أو مغادرة وفد الاحتلال للعاصمة المصرية القاهرة أن بن يمين نتنياهو لا زال يماطل ما زال يماطل ويحاول ربما التسويف والتعطيل السؤال هنا هل يملك أو هل لا زال يملك بن يمين نتنياهو ترف الوقت من أجل هذه المماطلة خاصة بعدما أشيع عن الضغوط الذي يمارسها الرئيس الأمريكي جو بايدن لعقد الصفقة قبل نهاية ولايته الصفقة ستعقد وستعقد قريبا هذا ما أعتقد لأن الولايات المتحدة لا تريد حربا واسعة ولا تريد أن تزج بنفسها بحرب في المنطقة والمخرج الوحيد الذي أعلنه الجميع وتعرفه الولايات المتحدة ويعرفه القاتل المأجور أن وقف المقتلة في قطاع غزة سيوقف كل الجبهات فورا وبثانية واحدة وبالتالي لا بديل ولا خيار أمام السيد المقتلة وقاتله المأجور سوى الذهاب إلى وقت هذه المقتلة ضد شعبنا في قطاع غزة أو فإن الحرب ستنفتح على مصر عيها ولا أحد يدري ولا يدري كلا عين يمكن أن تأخذ به وهذا ما يسعى إليه بن يمين نتنياهو ويبدو أنه حتى الآن ينجح في هذا المسار ومساعد التصعيد ودفع لربما الإدارة الأمريكية للدخول في حرب شاملة أنا لا أعتقد أنه ينجح أنا أعتقد أن النجاح للولايات المتحدة هو أصر دائما أنه مجرد قاتل مأجور صغير لا حول له ولا قوة وهو يمنحونه وينفقون به لأنهم يريدون أن يمنحونه كل التهم وكل الجريمة إذن ما مصلحة عذرا للمقاطعة أستاذ عدنان ولكن ما مصلحة الولايات المتحدة في هذا التصعيد الولايات المتحدة أولا هي صاحبة المصلحة بأن ما جرى في السابع من أكتوبر حطم مشروعها وهي صاحبة المصلحة في استعادة المشروع صاحبة المصلحة لأنها اكتشفت أن قاتل المأجور الذي كان الجميع يسعى لرضاء لكسب وده وكسب رضاء وكان يعتقد البعض أن هذا حامل حما وهذه الدولة الأقوى وهذا الجيش الأقوى وهذا الجيش الأكثر قدرة وكتشفها وفضحة فضحت هذه هذه الهيلة مال التي كانت صانعة الولايات المتحدة ودولة الاحتلال حول أنفسهم بأنها الجيش الأكثر قوة في المنطقة والجيش الذي لا يقار والجيش الردع وكل هذه الحكاية الكذابة فضحت نفست في السابع من أكتوبر الآن الولايات المتحدة أقول لك ولاحظ لماذا يصر الاحتلال على منع العودة إلى شمال قطاع غزة بكل السمن لماذا ركب الميناء وأعد ثم أعيد ترتيبه وخزنه في المنطقة وتحت حجة الرياح أنت تصدق أن البحر المتوسط فيه أمواج تمنع ميناء عائم البحر المتوسط؟ ما هو السبب الحقيقي؟ بحاجة الآن لأن تحمي قاتلها المأجور الولايات المتحدة تريد لشمال قطاع غزة أن يكون قاعدة أمريكية على شرق المتوسط لأنها لا تملك قاعدة أمريكية في شرق المتوسط الولايات المتحدة تريد دناء حلف أمني بالمنطقة بقيادتها لأنها لم تعد تعتمد على دولة القاتل المأجور الولايات المتحدة تريد مكانها هناك لأنها تريد أولا الموقع الأمني في شرق المتوسط وتريد قناة بن كوريون عازل مائي لدولة الاحتلال وأيضا عامل اقتصادي وتريد أيضا الغاز الفلسطيني وبالتالي هذه هي مصالحها وتعمل في سبيلها هذا إلى جانب أن وجودها في المنطقة سيجعل سينمحها قوة في أهدافها في الشرقين شرق أوروبا وشرق آسيا نعم لمعارك يا قال شكرا جزيلا لك كنت ضيفا عبر سكايب من جنين الأستاذ عدنان الصباح الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك